تمكنت قوات الشرطة لفرقتية البحث والتدخل ومكافحة المخدرات في ورية بشار من عمليتين منفصلتين مع وضح حد للنشاط المشتبى فيه حيث ضبط بحوزته كميات معتبرة من المخدرات وأنواع مختلفة من الأقراص المهلوسة تفاصيل العملية في مكروفون مهدي بوشتة توقيف شخصين مشتبه فيهما الأول ضبط بحوزته كمية 117.4 غرام من الكيف المعالج مبلغ مالي 2000 دينار جزائري ثلاث قواطع حديدية كتير مخصصة لتهيئة قطع المخدرات كما ضبط بحوزته الثاني قطع صغيرة من المخدرات إجراء التفتيش المنزل مكنت من حجز كمية 118 غرام من الكيف المعالج 67 قرصا من نوعين مختلفين من الأقراص المهلوسة مبلغ مالي قدره 75 ألف دينار جزائري مع توقيف شقيق المشتبه فيه الذي ضبط بحوزته كمية من المخدرات كيف معالج قدر وزنها بـ 1 كيلوغرام و100 أغرام